السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم متابعين قناة عالم الخيوط سنكفي اليوم بترون لولو لسيلفي الصياد مع متابعة على ورشاة الواتس اوب وصلنا عند توصيل اليدين سنبدأ بالدور رقم واحد حتى نحنا نوصل اليدين طبعا الماركر عندي لو كان معي لشوي فنحنا لازم نحطه بمنتصف ااد ضهر من الخلف بهاي الطريقة اهه استمال يكون فنحنا نقدقه ازاحة غرزة او غرزتين حسب لحتي يطلع معنا بالمنتصف رح نبدأ عندي اليدين عملناهم باول فيديو هاي اليدين طبعا عندي الاسلاك بدنا نحط اسلاك باليدين حتى يتحركوا بسهولة معنا لو ما حطينا الاسلاك فهني رح يضلوا بهيدا الشكل طبعا في كزا نوع اسلاك انا عندي متوفر عندي هيدا النوع يلي هو نحاس من الداخل ومن الخارج عبارة عن طبقه السيليكون طبعا هو امن كتير للاطفال رح نبدأ بالدور رقم واحد واول دور عندي رح نعمل بالبداية 7 حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هاي 7 حشو رح نركب الايد الاولى يلي هي الايد اليسار طبعا لاحزوا عندي رح يكون التركيب على غرزتين من اليد فقط نحنا رح ناخد اخر غرزة عفوا رح ناخد الغرزة الاولى بالدور و رح ناخد الغرزة الاخيرة يلي هي النهائي هاي بهيدا الشكل طبعا الايدين رح يكونوا على الاطراف من احنا منعد من الامام 13 غرزة والايدين رح يكونوا على الاطراف مباشرة لو حسيتوهم مالين فيكون انتو تغيروا الغرز المهم 13 حشو رح يكونوا من الامام والايدين على الاطراف لازم يكونوا بشكل مظبوط ما يكونوا مالين هلا انا رح حط سنارة الخيط رح ادخل باول غرزة من الدور الجديد باليد يلي وقفنا عنده و رح ادخل بالجسم هاي الطريقة هلا باخد الخيط وبطلع من الغرزتين الجسم واليد وبعدين رح عمل غرزة الحشو العادية عندي عندي هلا اخر غرزة يلي هي هاي طبعا هيدا الخيط انا رح اقلبو لهون على الجهة اللي هو ماي الليلة رح ادخل بالغرزة وبعدين بدخل بغرزة الجسم التانية لانو اليد والجسم رح يكونوا مع بعض بغرزتين بس هاي الغرزة الثانية هلا رح نعد 13 غرزة من الامام و رح ااخد هيدا الخيط على اليد تحت الشغل معي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة امانية تسعة 10 11 12 13 هاي خلصت لادواء الغرز من الامام هلا نحن رح نركب اليد التانية اللي هي اليد اليمين بنفس الطريقة رح تكون ضمن غرزتين على اليد والجسم رح ادخل بالغرزة الاولى باليد هاي هي بدخل بالجسم ورح اطلع من الغرزتين بغرزة حشو ندخل بالغرزة التانية ندخل بغرزة الجسم ورح اطلع طبعا هذا الخيط لانه هي اخر غرزة فشوي تلبك وبعمل غرزة حشو لنهعة الدور رح يضل عندي 6 حشو 1 2 3 4 5 6 هيدا الدور رح ينتهي معي ب 30 غرزة هيك نحن خلصنا توصيل اليدين ننتقل هلأ للدور رقم 2 رح نبدأ بالدور رقم 2 ونعمل بالبداية 7 حشو 1 2 3 4 5 6 7 وصلنا هلأ عند اليد نحن هلأ اليد كانت عنا عبارة عن 6 حشو اشتغلنا 2 حشو مع اليد والجسم وبيقي عندي 4 حشو هدول الاربع حشو رح نشتغلون على اليد على الغرز البيئت من اليد واحد الاربع حشو 1-2-3-4 كان عندي 13 حشو من الأمام بشتغلهم مثل ما هني 13 حشو 1-2-3-4 2-5 اشتغل 5-6-7-7-8-9-10-11-11-12-13-13 وصلنا عند اليد اليمين yamin ورح نشتغل علي الاربع حشو البقيانين واحد اثنين ثلاثة اربعة لنهاية الدور رح يظل عندي ستة حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وستة وهيدا الدور رح يخلص معي باربعة وثلاثين حشو الدور رقم خمسة رح نبدأ بتناقصات الجوانب ورح نعمل بالبداية خمسة افول الدور رقم ثلاثة رح نعمل بالبداية خمسة حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة شوفوا هلا التناقصات اللي رح نعملها نحنا رح تكون على طرف اليدين عندنا باليدين كان عندنا اربعة حشو فالتناقصات رح تكون قبل وبعد رح نعمل تناقص اربعة حشو واحد هدول اربعة حشو اليد اليسار اثنين ثلاثة اربعة حشو اعفوا نتناقص نعمل تناقص تسعة حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ثلاثة نرجع بنعمل تناقص بنعمل اربعة حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة تناقص وبيبقى عندي بنهاية الدار اربعة حشو واحد اثنين ثلاثة اخر غرزة اربعة وهذا الدار رح ينتهي معي بثلاثين غرزة هيك نحن خلصنا الدار رقم ثلاثة هلا نحن نعمل الدار رقم اربعة وبعدين نحن نحط الاسلك الدار رقم اربعة رح يكون عندي عبارة عن ثلاثة حشو تناقص تكرار ست مرات ثلاثة حشو تناقص واحد اثنين ثلاثة تناقص رح خلصن لنهاية الدار وارجع لكم طبعا ما مننسى نحشي الجسم مظبوط من هون وبعدين نحن رح نجيب الاسلك اللي عنا طبعا السلك عندي انا شوي سميك بس هو مرن يعني فيكن انتو تجيبوا السلك يكون ارفع منه والطرف هون تعملوا له تانية بسيطة هاي الطريقة طبعا طول السلك 20 سنتي هاي الطريقة نحن لازم نوصله لنهاية اليد من هون نعمله تانية خفيفة هون اليد التانية نفس الشي وهون الملتقة نحن رح نحاول نلفهم على بعض هيك بعد ما نحن حشينا وصلنا هلا عند الدار رقم خمسة رح نعمل 3 حشو طبعا هون المساح رح تصير ديئة معنا لانه نحن عمل نضب منطقة الصدر نحن عمل 3 حشو واحد اثنين ثلاثة رح نعمل هلا ثلاثة تناقص ثلاثة تناقص رح يكونوا على الاكتاف ضب الإيدين هيك شوي حتى هوني ما يدايقونه بالشغل رح نعمل ثلاثة تناقص هاي اول تناقص ثاني تناقص وتالت تناقص طبعا بدنا نحاول نحن حوني نشد شوي الخيط لانه التناقص مشان التناقصات ما يكونوا ما تكون غرزون مفتوحة رح نعمل من الامام 6 حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة حشو نرجع نعمل ثلاثة تناقص على اليد اليمين هاي واحد هاي اول تناقص هاي تاني تناقص نهاية الدور رح يضل عندي ثلاثة حشو واحد اثنين ثلاثة هاي تاني دور بنتهي معي بيه تلاطة بيه تمنطعش غرزة هلا الدور رقم ستة طبعا هو هيكون اصعب شي تقريبا كمان رح نبدي نعمل ثلاثة حشو واحد اثنين ثلاثة رح نعمل تناقص سلاسة يعني بثلاث غراز يعني ناخد اللوب الامامي من اول غرزة مع اللوب الامامي من تاني غرزة مع اللوب الامامي من تالت غرزة بهاي الطريقة هاي الغرزة الاساسية لعنا اللوب الامامي من اول غرزة اللوب الامامي من تاني غرزة واللوب الامامي من تالت غرزة رح نطلع من اول ثلاثة غراز هيك وبعدين بقفلها الغرزة هذه من الامام رح يكون عندي ستة حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة حشو رح نعمل هلأ كمان تناقص ثلاثة اللوب الامامي من اول غرزة اللوب الامامي من ثالث غرزة واللوب الامامي من ثالث غرزة ونسحبهم بغرزة حشو وهي الطريقة ويبقى عندي ثلاثة حشو واحد اثنين ثلاثة ثلاثة وهي الطريقة هلأ عندي من الدور رقم سبعة للدور رقم تسعة ادوار ثبات على اربعة عشر غرزة يعني عندي ثلاثة ادوار ثابتين رح اعملون ارجع لكم خلصت انا ادوار الثبات الثلاثة طبعا نحنا اختيارين هي الرأس السابتة والرأس المتحركة الرأس السابتية اللي انا طبقته هون طبعا اللي بده تعمل رأس ثابتة فيها توصل عند ثلاثة اصطر السبات وتوقف حتى تكمل الرأس من هون اما اللي حابة تعمل الرأس متحركة وتجربة جديدة للمبتدئين فنحنا رح نكفي دورين سبات او دور سبات زيادة رح اعمل دور ثابت لحتى يصيروا عندي اربع ادوار سبات هاي اربع ادوار السبات هلأ نحنا عنا 14 غرزة على الرقبة رح نعمل تزايد بكل الغرز مناعمل تزايد بكل الغرز حتى يصير اندي 28 غرزة رح اعملون وارجع لكم هي انا عملت تزايد بكل الغرز هلأ رح نعمل ثلاثة او اربع ادوار سبات يعني ما في فرق لانه هون المنطقة رح رح يكون فوق الرأس ما رح تبين ابدا رح اعملون ورا الكاميرا وارجع لكم هيدا الشكل يلي صار عندي هلا هلا انا بدي اعمل تناقص بكل الغرز ولحتى انا افلا على الاخر يعني ما بس بعمل مثلا دور تناقص بكل الغرز لانا رح اعمل تناقص بكل الغرز لا تنتهي معي الدائرة بالنسبة لهيدا السلك فانا لازم اطوي وشكله هون على على حجم هي الكرة هون طبعا كتير كتير مهم انه هاي دي المنطقة تكون كتير قاسية وسميكة حتى الرأس عندي وقت اللي انا اركبه على الرقبة يكون سميك ويفضل وما يفك ابدا 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 فيكن تحطوا مثلا هون كرة خشب او شيك يكون سميك وما بينكسر او بيخرب او بيتفتت او فينا هيدا السلك نفسه ونحنا نطويه ونشكله على شكل الكرة رح اعمله ورا الكاميرا وارجع لكم هاي انا عملته بهي الطريقة خليته ياخد المساحة كاملة هلا انا رح افل هاي المنطقة طبعا ما مننسى ومنحشي كتير كتير مزبوط رح افله وارجع لكم هاي احنا بعد ما خلصنا كل الغرز طبعا هون لاني لاني حشيات كتير فكتير عادي انه يفتحوا الغرز شوي تمام الشكلة لانه بهي المنطقة هي ما رح تبان هوني انا رح سكر الغرز عندي باخد اللوب الامامي من الغرز البقياني هاي الطريقة هيدا الخيط رح ادخل له واطلع بشكل عشوائي هاي الشكل اللي هي طلع عندي طبعا احنا رح نركب الرأس من هون هاي الرأس رح تكون متحركة يعني احنا بامكاننا نفطل الرأس يمين او يسار باي اتجاه ما رح تفرق هايك نحنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو ما بننسى انه البترون بترون اه سيلفي الصياد اه ان شاء الله يكون عجبكم لو عندكم اي استفسار فيكم تكتبو لي بالتعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته